اهلا بيكو في حالة جديدة من اومني فيرس ووتشور النهاردة هنتكلم على كيان من اقوى الكيانات في مارفل كوميكس وهي الفينيكس ناخد فكرة عنها وعن قدرتها في الكوميكس الفينيكس هي كيان كوني طبع مارفل كوميكس اول زوليا في الكوميكس كم شهر يوليو سنة 1976 الكلام ده كان في العدد رقميا واحد من ست الكوميكس انكاني اكس من على ايد الكاتب كريس كليرمونت الفينيكس فورس واحدة من اقدم الكيانات الكونية يقال انها سبقت الظلام والكنزة نفسه هي خالدة وغير قابلة للتدمير هي التكسيد المتغير للقوى الكونية الاساسية للحياة هي مركز كل الطاقة النفسية اللي كانت او هتبقى منجودة في كل الابعاد في المالتيفيرس بالكامل اتولدت من الفويت بين حالات الوجود الشرارة اللي قدت الكون الحياة والشرارة اللي هتستهلكه يوما ما بتخلت دورة الحياة والموت والبعث قلبها هو الوايت هوت روم وده بعض خارج حدود المالتيفيرس يبقى مقر عملياتها هي والهوستس بطوحها هي من اكتر الكيانات المخيفة في الكون عندها القدرة على قطع واعادة نمو الوجود ذات نفسه والقدرة على حرق اجزاء منه بيتم توجيه قوتها عن طريق هوستس اشهرهم هي جين جري لما هي تموت او الهوستس بطوحها بيروحوا للوايت هوت روم هي بتتولد من جديد كفينيكس اج من مليار سنة كان فيه كائنات فضائية اسموهم ديمون لوردز وفيستيسز عملوا تعويز على الكوكب بتاعهم انه هو ما يتطورش حكمو بالحديد والنور هي بتيجي الفينيكس بتختار واحدة من الشعب ده انها تبقى الهوست بتاعها بتعرف تكسر التعويزة دي وبيبقى ليها خمس تلاميذ اسموهم لايتس بتسافر عبر الكون على شكل قتلة وعية من الطاقة عديمة الشكل بتيجي كوكب الارض بتقابل ساحر اسمو فيرون بيعبودها هي بتتشكله على اساس احلامه اللي هو طائر ناري بيطلب مساعدتها في بناء منارة عبر المالتيفيرس بالفعل ده اللي بيحصل ودي في المستقبل بتبقى مقر عمليات فريق اكسي كاليبر هي بتمثل اول شعلة الانسان اضاءها خوفا من الظلام لزي ناقيد الاله النمر بيبقى عندها هست بشرية من مليون سنة بتساعد افانجرز العصر الحجري في التغلب على السيلاستيال زافولين هي بعد كده بتحب اودم بترتبط بيه وبتسيبه نتيجة لقصوته بعد كده نشوف النصور بيتم اغتياله على ايد لوفي هي بترجعه تاني على قيد الحياة وبتغرس فيه جزء من قوتها بنشوف ان امبراطورية الشعار كانت بتعبودها في واحد منهم محارب هي بتخلي الهست بتاعها الراجل ده بيبقى اول هست بيستسلم لضوافحها المدمرة بيصب بالجنون وبيبقى اول دارك فينيكس امبراطورية الشعار بتخاف منها جدا وبتدت تشوف الناشطان ابتدوا يعملوا اجراءات متطرفة لدرجة انهم ابادوا جميع ناس للمحارب ده عشان خايفين ان في المستقبل ممكن يجي واحد من ناس له يكون متوافق مع الفينيكس ويبقى الهست الجديد بتاعها في العصور الوسطى الفينيكس بتختار واحدة من الفايكنج انها تبقى الهست الجديدة بتاعتها وبتنضم للأفينجرز في الوقت ده في اواخر القرن الخمستاشر او بداية القرن الستاشر في واحدة اسمها فون جي او دي كانت ايرون فاست بتقابل الفينيكس بتبقى الهست الجديد بتاعتها بتقاوم رغبة الفينيكس انها تخليها دارك فينيكس هي خوفا من فقدان السيطرة هي بتقرر تسيب الارض تتجه الى الفضاء ومحدش بيشوفها تاني بتيجي الارض تاني بعد كده بعد ما بيلفت نظرها عقل جين جري الميوتانت بعد كم سنة جين كانت على وشك الموت في سفينة فضائية عقلها بيصرخ طلبا للمساعدة بتيجي الفينيكس بتارد عليها مساعدتها انها تنقذها هي وبايل اكس من جين بتوافق هي بتدخلها في غيبوبة بتحطها في شرناقة عشان تعالج إصابتها تمتص جزء من وعي جين وبتعمل جسم مطابق لها وبيبقى عندها ذكرياتها هي بتنقذ الاكس من واول لما بيوصلوا كوكب الأرض هي بتحط جسم جين في خليج جامايكا بتقضي هناك سنين كتير لغاية لما تتعالج في الفترة دي كلها هي كانت بتتعامل مع العالم ومع الاكس من على انها جين جري وبتعمل مغامرات كتير جدا زي ما الفينيكس كانت بتمثل نور وحياة الكون الدارك فينيكس كانت بتمثل الظلام والدمار هي بتتحول تبقى دارك فينيكس بسبب ان المشاعر البشرية أثرت فيها في قراراتها بيبقى عندها قوة عظيمة جدا بتسيب الأرض بتتجه للفضاء بنشوف انها بتبنى على حقيقتها كطائر من النار وبتلفت نظر اتيرنتي هي بعدكها بتروح للمجرة بعيدة بتدمر الشمس بتاعت نظام نجمي بيحصل نوفا مليارات بيموتوا الكري والشيار والسكرالز بيعملوا ميتنج بيشوفوا ان علشان الكون يعيش دارك فينيكس محتاجة تموت الاكس من اللي ما يعرفوش ان الفينيكس دي مش هي زميلتهم جين جري بيقراروا ان هما يضافوا عنها بتقابل سايكلوبس وبتغرفوا انها مش عارفة تسيطر على نفسها بتفعل سلاح خاص بالكري بيفتتها لزرات جزء من قوتها بيروح لمستنساخت جين جري اللي هي مادلم براير بالاضافة لجزء الوعي اللي هي كانت امتصته من جين في الأساس بعد كده نشوف ان مادلم بتموت قوة الفينيكس بتروح لريتشيل سامرز اللي هي بنت جين و سايكلوبس من خط زمني تاني بعد كده هي بتمتزج مع جين جري هي بتعترف لبروفيسور شارلز إكزيفيور ان جين جري هي اقرب ما يكون لتجسيد الفينيكس الحقيقي جين بتموت بعد كده على ايد واحد كان فاكر نفسه ماجنيته بس الفينيكس بترجح تاني على قيد الحياة جين بتحاول تسيطر على جسمها مكان الفينيكس بتطلب من والفارين ان هو يموتها بس كان في كل مرة الفينيكس بترجحها تاني على قيد الحياة ابتدت تضعف ثابت جسم جين وبتخلي اما فروست هي الهوست جديدة بتاعتها هي كانت على وشك انها تضمر العالم بس جين بتمتزج معها تاني بعكاب نشوف ان كان فيه سفينة للشعار كانت على وشك انها تموت الاكس من الفينيكس بتنقذهم ايرو مين بيقرر ان هو يضمر الفينيكس وانس اندفر اول بيفشل وبيقسمها الخمس اجزاء دلوقتي فيه خمسة هوستس جداد ليها من الاكس من الخمسة دول يبقوا نمور سايكلوبس كولوسوس ماجيك بالاضافة لاما فروست بيحاولوا يخلوا العالم مكان افضل عن طريق ان هم يعملوا امدادات لا تنتهي من الماء الطعام والطاقة فكل مرة كان حد فيهم بيخسر قوته كانت بتتوزى على الباقي كل القوة في الاخر بتروح لسايكلوبس اللي بتبقى كبيرة جدا عليه ومش عارف يسيطر عليها وبيبقى دارك فيينيكس بعد كما نشوف ان هو بسمر زيها اللي بتاخد الفينيكس جين جري بترفض انها ترجع تبقى هوست تاني فالفينيكس بتعمل بطولة ومسابقة بين الابطال عشان تشوف مين فيهم يستحق ابقى الهوست بتاحها بنشوف انها بتشدهم للوايت هوت روم معارك كتير قصاد بعض وفي الاخر اللي بينتصر بتبقى ايكو بس كالعادة يعني هي بترجع تاني الجين احنا دواتي ممكن تتكلم على قدراتها هي ايه قدراتها هي واحدة من اقوى الكينات الكونية في عالم مارفل عندها القوة لخلقة او تدمير اي شيء وكل شيء هي شبه كل القوة وبتتلاعب وبتغير الواقع قوة كونية ملهاش حدود حتى من غير هوست بتقدر تبقى منجودة في كل مكان وفي كل زمان وبتعرف تتحكم وتتلاعب في قوة الحياة الخاصة بالاخرين بتعرف تمتص اي نوع من انواع الطاقة تلعب بيها والتحكم فيها بشكل كامل هي مركز الطاقة النفسية بتاعت المالتيفيرس بالكامل لذا هي بتدي قدرات للهوستس بتاحها زي التليكنيسس والتليباسي وان كانت هي بتفضل ان الهوست بتاحها يكون قريدي عنده القدرات دي عشان هي تعززها له التلعب بالمادة التلعب بالزمن التليبورتيشن الخلود لو الهوست بتاحها مات بترجعه تاني على قيد الحياة بتولد ألسنة لها بكونية حتى لو كانت في ظروف مستحيل علميا ان النار تعيش فيها جين جري هي اكتر هوست متوافق معاها وقدراتها خرافية معاها نقطة ضحفة هي جين جري هي غير قادرة عقليا او جسديا انها تأذيها جين جري مرة عارفت تتحكم في الفينيكس وهي مش هوست ليها اصلا وعارفت تنزع مرة ايما فروست كهوست ليها بالعافية كمان يقول ان هي عندها مشكلة مع سحر الفوضى بتاع وانضة احنا دلاتي هنتكلم على ظهرها في الاعمال الفنية بالنسبة للمسلسلات هي ظهرت في مسلسلات الانيميشن بالنسبة للافلام فهي ظهرت في عالم فوكس السينمائي افلام اللايف اكشن اكس من اكس تو اكس من لاست ستاند اكس من ابوكاليبس بالاضافة لدارك فينيكس وظهرت في اكتر من 15 لعبة فيديو جيمز بس كده دي كانت حلقة تكلمنا فيه عن الفينيكس في الكوميكس انا عايز جديداتي تقولي في الكومينتز انت اي رأيك في الكيان ده كنت متأخيل ان حبم قوتها بالشكل ده ولا لأ احنا الحلقة الجاية هنتكلم على حاجة جديدة لغاية الحلقة الجاية ما تنساش تعمل لايك وشير لو انت مش عمل سبسكرايب اعمل وما تنساش تضرب الجرس